بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أفاق لتعلم لف المهركات الكهربائية أخوكم إبراهيم عبد العزيز ستناول بإذن الله موضوع شرح قراءة الميكروميتر لقياس القياسات المختلفة طبعا هنا جهاز الميكروميتر نستخدمه بقياس بالملي متر وهنا الملي متر هيساوي معنا هنا 10 دوزايم هنا نقوم بشرح أولا عناصر الميكروميتر الميكروميتر يتكون من فك علوي وهو سابت هنا عند الميكر مفك علوي وهو سابت والفك الأسفل وهو متحرك عن طريق كام التباعد وهنا لدينا تدريجة تدريجة من سابتة وتكون بالملي تكون بالملي أما كام التباعد تكون الدورة الكاملة له تساوي نصف ملي أي 5 دوزايم طبعا هنا عند قراءة الرقم نقوم بتحريك كم التباعد على قطر السلك على افتراض انه تم وضع سلك حتى يكون بالتقطقة أي انتهاء القياس نقوم بقراءة الرقم على العنصر السابت هنا عندي الناحية من الأيسر هنا الناحية نصف ملي وهنا الناحية ملي الناحية الأخرى ملي يوجد الناحية العدد تكون بالملي والناحية الأخرى بالنصف ملي نأخذ مثال على افتراض انه تم قياس سلك وعطانا هذه النتيجة نقوم بقراءة الرقم السابت أول شرطة تمثل ملي طبعا هنا أوضح هنا ملي 2 3 ملي 3 ملي أما الرقم الآخر نقوم بأخذ من الناحية الأخرى نصف ملي يوجد 3.5 هنا المسافة المتبقية نقوم بقراءتها على كم التباعد نقوم بقراءة هنا عندي لغاية هذه الشرطة 20 يمكن نجيبها هنا على خط المنتصف في الزب يوجد 20 يوجد إذن 3 ملي ونصف زاد 20 على كم التباعد هساوي 3.7 من 10 هنا هيمثل الرقم السابت اللي هي الملي كل واحد هيمثل 10 ديزايم لو قرأناها تساوي 30 ديزايم و7 من 10 يوجد إذن 37 ديزايم القراءة نأخذ مثال آخر بتحريك كم التباعد وعطانا هذه النتيجة لقراءة هذه النتيجة نقوم بقراءة ملي أول ملي ثم ثاني ملي ثم نصف ملي وقراءة الرقم الذي يليه هيكون هنا 15 وهنا 1.16 على كم التباعد زاد 2.5 على العنصر السابت على الرقم السابت هتساوي اتنين وستة وستين من مية إذا حولناها له ديزايم هتكون ستة وعشرين وستة من عشرة ديزايم طبعا نأخذ مثال آخر لحضراتكم قراءة أخرى للتوضيح أيضا هنا هنعد ملي اتنين ثلاثة أربعة ملي أربعة ملي يوجد كده هنا أربعة ملي وهنشوف الرقم على التباعد هتساوي اربعين يوجد ساوي اربعة واربعين اربعة واربعين من مية يوجد جايزا هتساوي اربعة واربعين دوزايم طبعا نقول الرقم السابت الملي هتساوي عشرة دوزايم وكده ممكن قياس سلك لف المحركات الكهربائية وقياس ورق العازل البرصبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته